السلام عليكم ورحمة الله. في الفيديو نأخذ درس تركيا للصف الثالث. المرة الماضية وصلنا لدينا نص هذا المتين هذا جريت اوينو. يعني لعبة الرمح جريت الرمح. اوينو لعبي لعبة الرمح. اوه اينا القلم. اذا جريت اوينو جريت اكي طقم مختصر الناس. هاي لعبة قديمة بيلعبوها اه الاتراك. وطبعا اصلا مو تركيا اصلا من اسيا الوسطى. مدين مثل ما راح يمر معنا. اللعبة بكل بساطة اه بيمكانك تتحطها على اليوتيوب اذا بدك مسلا اه جريت اوينو بيطلع لك فيديوهات كتير حلوية. اشترنا ملحقوا بعضهم نضروب بعضهم بالعصائي وكذا والامور هي. مختصر اللعبة انه اه فريقين كل واحد كلها تون على الاحصينة. بدون يركضوا ويدربوا 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 لك هون شلون مجهز حالوا بدي يضرب العصائي على كل واحد معه عصائي بدي يضرب العصائي على الخصم. طبعا ما راح يعوروا انه بدي يضربوا بدي يحاول هداك ينهزم منه بيمكان بس ما يقع على الحصان. اذا بقع الحصان بيخسر. وهذا اذا ما صابوا بعد ما يضربوا. اذا صابوا بياخد فريقه بياخد نقطة اذا ما صابوا بيخسروا النقطة. تمام؟ فالفريق بيكونوا 6 او 8 او 12 شخص. اللي بيجمع مقاطع اكتر طبعا بالبحث. هاي مختصر كل هاللعبي. يعني هاللعبي هاي هي عبارة عن لعبة جريت الرمح طبعا قلنا. هي عبارة عن فريقين بيركدوا على الاحصيني وبيضربوا بعضهم بدي يدينك. العصاي او منقول كمان الختيار بيتعكز عليها الكازي كمان منقولها دينك. دنبيروا بعضهم بيع العصاي. يعني الرياضة او الفرع الرياضي بشكل عامل. اكثر فرع محمس من فروع الرياضة هو الجريت. اسكي جانلغي الي ياشتل مايا تشالش مكتدر. يعني هن يعملو على احياء هالرياضة القديمة ما يخلوها تموت يعني خلينا نقول. ارطى اسيا دان من اسيا السؤاطي اسيا الوسطى. قال ديغي شكلي اليه نسلة دين نسلة اكثر اكثر المشتر. يعني هي جيت من اسيا الصغرى وبلش تتوارث من جيل لجيل من ناس لناس حتى وصلت للوقت الحالي. طبعا اكثر يعني تتناقل من جيل لجيل. بو اطا ايا ديغار سبورموس. هالشي هال سبورموس خين كفى الجملي. يابان جيلارن دا بيوك الجسيني تشك مكتدر. يعني هالرياضة اللي ورثانينا نحنا يا ديغار او الارث الوراثي او الارث الميراث. يعني هالرياضة اللي نحنا ورثانينا كمان بتلفت نظر الناس الغرباء. يابان جي غريب. جنجز خان زمانده انبوله وانعدلولايه قلphabetه رائع ايت الباطئبẻ. يعني حابان اوتو قوان موكن تكون. هي الطعب الوصغر Skype من زمان جنجيز خان ملك المغول لما اجي على بلاد الإن водول. أليس في المترجم الواغيسي أيها اللذة البيتالي قرية الحبقة هاي فعلغك الشرح اللذة البيتالي جريده يوجد عاماً لديه مجموعة ويوجد عاماً لديه مجموعة ويوجد عاماً لديه مجموعة ويوجد عاماً للفريقين ويوجد عاماً يوجد عاماً ويوجد عاماً والفريقين من 70 إلى 120 متر ويوجد عاماً بمقابل بعض الفريقين طقم لار اعلاني ان جرسين ده 6 شار 8 سار ويا 10 اكي شار كشي اواراك ديزيلر يعني الفريقين بكونوا موجودين باخر الساحة من هون ومن هون باخر الساحة بكونوا اما 6 ب6 مثلا عفوا مزبوط 6 ب6 او 8 ب8 الفريقين هدول او بكونوا 12 ب12 بكونوا مصطفين جيرتي راكبيني راكبيني الخصم خلينا نقول راكبيني يصابت تيرين جيرتشي جيرتشي يعني الشخص بيدرب على الخصم مثل هذا اسمه جيرتشي ونقوله جيرتشي جيرتشي طقمنا بير ساي كازان دنر يعني بصير وقوله جيرتشي ويربح فريقه نقطة بس يصيب الشخص اللي ضرب عليه هالرمح هذا إصابت إصابت تيرميش ساي بير ساي كاي بيدير إذا ما صابه إذا ضرب هذا ضرب العصاي وما صابه للشخص هذا شوفه هذا مي بالمي مصابه فهذا فريقه بيخسر نقطة بشأن هيك بدأ تركيز كتير بدك تتحكم بالحصان وبدك تنتبه أنه يكونك بمنطقة تحسن تصيبه للشخص هذا يعني تركيزك مع الحصان ومع الشخص هذا وما تقع مع الحصان وبنفس الوقت يكون تركيزك على أنه ما حدا يصيبك كمان يعني كتير صعب طاقم أنه بير ساي كذن تمام ونصرنا هون ضعنا تمام هون يمكن طفينا سطر نحنا حاس أنه طفينا سطر طفينا سطر كأنه اير جريجي أطا جريد ركبينة إلى أطاة إسابت إترمش 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 إكون مرسا نفس الشيء ما زاد على الناس تعريبان إذا كن ضربت لديه من صاحبه يخزر فريق النقطة جريجي كارشي طرف طرف ايونجوسون كندسين ساقن ساقن مك ايشين چشتلي هاركتل يبار هالشخص يلي بده يتعرض للإصابة بيمكانه يتخبى بكتير طرق طيب شلوم بده يتخبى هو على حسان ممنوعين زمن حسان بس نزمن حسان بخسار ألطن يبار ألطن ساغن يعني يمين الحسان صلو يسار الحسان بيمكان ينزل يمين الحسان هيك يمين الحسان أو من يسار الحسان كارن ألطن يمكن ينزل لتحت إذا بده إذا كانه قبضايا وحسانه قبضايا بيون نع عند رقبته كمان الحسان بيمكانه يتخبى من العود يلي جاي ما يصيبه بيون يطر جريت عيون صوبال وش سلندر شكو كسي ليرك يوار لك هالي يتر لير يعني هالعصاي يضرب مثل ما نكون شايفين يستخدم العصية العصاي هاي بيكون بشكل سلندر سلندر هلأ بدأتمر معنا بشكل أسطواني بشكل أسطواني هايك بيكون بشكل أسطواني ما بيكون بشكل مربع أو شكل تاني بيكون بشكل أسطواني مشا ما تأذي طبعا صاب لارن كابوك لاري يون تولر يعني بيكون إلو راسي ومكسرا بيكون إلو راسي ومكسرا ليش مشان إذا صابت الشخص هداك ما تجرحو مشان صابت الشخص هداك ما تجرحو بو إصابت هالي يار يار لان ما ي كارش آل 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 بير لام دير يعني هدا إجراء هدا هون هاي الكلمة او لام دير يعني إجراء احتياطي أو احترازي حتى ما يتعرض الشخص يلي راح ينصاب بالعصاي لجروح يار مجروح جروح جريت وين دون دون لرده أونملي لرده بازار ير لير لرده و بانا ير لرده ينصاب يعني هلا الجريت وين بلعبوها بلعبوها بإيام الأعراس و بلعبوها بالإيام المهم و بساحات البازار و بالمهرجانات بانا بانا ير يعني المهرجانات يعني لحد الآن بتلتعب هاي اللعبة بإمانات كتير بالأناضول لهون بيكون إن شاء الله تعالى يكون كون فهمتوا النص إذا بدنا نكفي على السيدي بدي طول الفيديو كتير بدي طول الفيديو كتير بدي طول الفيديو كتير ربي يحميكم فقوا جميعا والسلام عليكم ورحمة الله